كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار وطوبى لمن في هداه استشار بسم الله الرحمن الرحيم ياها لو سهل فيكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة مشاهدي الكرام عنواننا في هذه الحلقة الشخصية المتنمرة ما أحوجنا إلى أن نعرف ما هذه الشخصية ما هي الآثار المترتبة على هذه الشخصية ما هي العوامل التي تشكلت في هذه الشخصية مشاهدي الكرام كما تعلمون التنمر هو أحد أشكال العنف الذي مارسه طفل أو مجموعة أطفال ضد طفل آخر بقصد إذائه وإزعاجه بصورة متكررة ومتعمدة وله عواقب وخيمة في تشكيل شخصية هذا الطفل المتنمر عليه ضيفي وظيفكم في هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز آل حسن وهو متخصص في علم الجريل والمشكلات الأسرية باسمكم جميعا أرحب به أجمالك الرحيم حياكم الله دكتور سلامك الله أستاذ تركي وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء ونقدم فيه ما يفيد المجتمع اللهم أمين وأنت من الضيوف المتميزين دكتور ودائما ما تثري حلقات برنامجنا بارك الله فيكم شكرا لك أستاذ تركي نحن في كل حلقة دكتور حين نطرح سؤال تفاعلي وبرنامجنا هو للمشاهد وهو يعني نسعد دائما باقتراحاته بمشاركته وحتى إن كان لديه سؤالا يعني يريد أن يسأل إما في الواتساب الذي يطرع فيه الشاشة الرقبه أو يريد أن يتصل نحن نرحب به مشاهدين الكرام نطرح سؤالا تفاعلين في هذه الحلقة نرحب بتعليقاتكم ومشاركتكم في هذا السؤال والسؤال يقول طفلك يتعمد إذاء الآخرين كيف تقوم سلوكه لعل فكرة تطرحها وتكتبها تفيد غيرك بها وتنال أجرها بإذن الله عز وجل إذا لديك سؤال تريد أن تسأل فنرحب بك برنامجنا تصل عبر الرقام تظهر الاكتباع على الشاشة أو المشاركة عبر الواتساب أهلا بكم مشاركة مرة أخرى حياكم الله دكتور سلامك الله الله يبرك فيك نحن نتكلم عن التنمر ما التنمر وهذا يحدث دائما في المجتمع المدرسي خصوصا بين الأطفال وزي كذا وأحيانا الدكتور نفس هذا الشخص المتنمر عليه رب حان يكره الدراسة رب حان يكره الخلطة بالناس ويتسبب في أذى نفسي له لا يشعر الإنسان الذي يتنمر بما يعاني هذا الشخص المتنمر عليه في البداية يعني حدثنا ما المقصود بالتنمر وما يعني تعريف هذه الشخصية المتنمرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهل وصحبهم وعلىه أولا أرحب ومسيب الخير على السادة المشاهدين ومشاهداتنا صلى الله عليه وسلم يكون هذا اللقاء نافعا ويستفاد منه الشخصية المتنمرة من اسمها لو أخذناها هي شخصية ظهرت بشكل فيها شبه بالعدوان فيه شبه بالعملية الهجوم التعدي على الغير الشخصية المتنمرة هي شخصية تقوم بسلوك بني فيها هذا السلوك إما عن طريق الذات أو عن طريق البيئة التي تعيش فيه وثم تحولت تلك السلوكيات إلى عداء وعدوان على الذات أو على الآخرين بأسالي مختلفة قد تكون تلك الأسالي بأدوات أو بدون أدوات هذا كتعريف مختصر ومبسط للشخصية المتنمرة جميل طب هذه الشخصية المتنمرة تعرفتها يا دكتور طب لا بد هذه الشخصية لها مراحل يعني بناء تسيرة علي هذه الشخصية هل تحدثنا دكتور عن مراحل بناء هذه الشخصية المتنمرة وهم لا شك في أن هذه الشخصية لم تأتي من عبث إنما هي بداية عن انطلاق أو بذرة سيئة بنيت هذه البذرة أو زرعت بلافظ أو تصرف أو تقليد أو سلوك معين تم تقبل ذلك السلوك وممارسته عدة مرات انتقل بعد ذلك إلى إيذاء سواء للبيئة المحيطة سواء داخل الأسرة في مجتمع المدرسة في مجتمع الحي جماعة الرفاق هذه المراحل تبدأ غالبا من مرحلة الطفولة كلما كان هناك في مرحلة الطفولة تربية تتسم بالقوة والعنف والتسلط والألفاظ السيئة والأذى النفسي كلما ساهم في بناء شخصية تصل في مرحلة من المراحل إلى عملية الإحباط والعدوان ومحاولة إظهار العدال الآخرين للحصول على ما تريد فهذه الشخصية تبنى بداية من عملية تلقي الطفل التربية من الوالدين من الأب والأم حينما تكون تلك التربية قائمة على الضرب قائمة على العنف الجسدي قائمة على العنف النفسي قائمة على عملية الحرمان قلة العطف والحنان كل هذه الأمور تبدأ تبني في ذلك الطفل الشخصية مع خصائص النمو تبدأ تزرع لديه في النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي ثم يصبح لديه فكرة معينة وسمى معينة وصفة معينة تتسم بالعداء والغضب وعملية الحرمان ويمارس ذلك على بقية الأطفال الذين تلقوا التربية كانت متوازنة داخل الوصول فهي مرحلة بنائية لا تتوقف عند الطفول إنما تستمر تستمر نعم إذا استمرت كل ما كان هناك نمو في الجسد نمو في العقل نمو في الناحية العاطفية في الناحية الاجتماعية كل ما كان هناك أفكار أكبر واتساع أكبر وكان أيضا هناك ردود أفعال غير متوقعة مبنية على هذا الجزء ما تقل يا دكتور مع تقدم العمر؟ تقل في ناحية إذا قل عملية التعامل في البيئة التي يعيش فيها شخص الذي يعاني من هذه الإشكالية إذا بدأت الأسرة في تعديل السلوك في التعامل مع ذلك الطفل مع تقدمه في العمر سوف تقل لكن إذا استمرت سوف تستمر تلك الألفاظ ولكنها تفهم بشكل مختلف دعونا أعطي مثال جميل الكلمة مثلا لمز بعض الأبناء بتشبيههم بعض الحيوانات يعني حمار بعض الحيوانات يعني الكلمات كحمار عزكم الله وعز السامعين والمشاهدين أو مثل هذه العبارات حذير لها دكتور لها أثر نفسي لأن هنا التشبيه وتقال بنبرة فيها شيء من الغضب وشيء من الهجوم من الوالدين ثم تبدأ تزيد مع هذا الطفل يصل إلى مرحلة يعرف ما هو هذا الكائن وكيف أنه يوصف مثلا بالغباء أو يوصف مثلا أنه كنوع من التحقير ويبدأ ينمو بهذا الشكل العقلي الذي اتسمى بهذه الصفة حينما يصل إلى مرحلة معينة عشر أو عشر سنوات أو خمسة عشر سنة إذا قيل له نفس هذا اللفظ هنا تبدأ عملية العداء ممكن يكون فيها رد ممكن يكون فيها أيضا اعتداء لأن هنا اللفظ أصبح مفهوم أصبح يوصم بالغباء ووصفه بعزك الله يعني هذا الحيوان فهنا تبدأ عملية التفكير إذا انتقل إلى المرحلة المراهقة هنا لا ينتظر حتى الشخص يقول له الكلمة مجرد تلفظ بها سوف يواجه بالهجوم أو التوبيخ أو الرد حتى لو كان أقرب الناس إليه فالعملية تنمو مع نمو الشخص في خصائص النمو المختلفة لذلك مصداق لكلامك الدكتور أحيانا بعض الناس على قوله رده على طرف اللسانة يعني مجرد ما يأتي شيء تجد أنه على طول يعني على قوله بدل السبه يرد عشرة هذه في مرحلة الطفولة قليلة لكن حينما يبدأ النمو العقلي واللفظ لديه وتبدأ الحصيل المعرفي والنطج العقلي يبدأ لديه التكوين حينما تتكون الجمل تتكون العبارات هو لا يكتفي فقط برد نفس الجملة إنما يكيل بمكيالين يكرر اللفظ وربما يزيد عليه لأن هنا وصل إلى مرحلة معرفية أيضا جزئية مهمة وسوف نتطرق له إن شاء الله أثناء الحلقة في عملية كيف يمكن أن تنتقل تلك الخبرة السيئة لذلك الطفل إلى طفل آخر عدوى عدوى ينتقل إلى طفل آخر من خلال الكلام الممارسات العبارات السيئة فيلجأ الطفل الآخر إلى الرد بنفس العبارة فيتكون لديه حصيلة من الألفاظ السيئة ثم العدوان ويتكون لدى الطفل الآخر أيضا حصيلة من العدوان والسلوكيات السيئة فهي خبرات تتناقل الأطفال كما تعلم ويعلم المشاهدين والمشاهدات أن خبرات الأطفال غالبا تقوم على التلقائية والتقليد دون أن يكون هناك ترتيب عقلي أو نضج عقلي إلى مرحلة معينة عالية إنما عملية تلقي وتطبيق دون أن يكون هناك تفكير واسع فالعملية هنا تختلف في عملية البناء لكنها قد يكون هناك فجوات في ذلك البناء تساهم في تغيير السلوك لكن إذا استمر التعامل داخل الأسرة مع البيئة في بيئة المدرسة أو المجتمع أو الرفاق بدأت بنفس الآليع سوف تبدأ الشخصية المتنمرة في القوة تبدأ في عملية الغضاء بالسلوك العدواني حتى أنه يؤثر حتى على سلوكه الداخلي وتعامله مع الدات أشكالية كبيرة جدا طيب دكتور طيب هل السب يعتبر صاحب وشخصية متنمرة هناك يعني فيه زي ما تقول السخرية التنقص تندر لكن حين فيه موضوع سب و شتم كذا يعني هل هذا يعتبر شخصية متنمرة هو السب و الشتم والألفاظ باختلاف أشكالها هناك ألفاظ سلبي وألفاظ إيجابية كل هذه الألفاظ إذا تلقاها الطفل داخل الأسرة و بدأت الأسرة هي تتحدث بها في محيطها قبل أن تخرج إلى المجتمع إذا تم داخل الأسرة الأب والأم إذا أراد أن يطلب شيئا من الإبن أو البنت يلمزه مثلا بكلمة سيئة أو يلمزه مثلا بالغباء أو يلمزه مثلا بالنهر أو يصخر من شكله أو من وزنه أو من شكل مثلا الشعر بحكم أنه يعني والده أو والده و يصخرون منه هذا يجعل لديه نقط صوداء في الناحية النفسية يؤثر عليه تبدأ عملية السب هذه تأخذ نوع من التراكم النفسي الموجود لديه تبدأ تتسع لأن كانت العملية مصحوبة بعملية سخرية بعملية سب دون أن يكون هناك عملية رضا أو عملية إلقاء عبارات فيها شيء من الإيجابي فالسب الشتم التوبيخ السخرية كل هذه هي عبارة عن مجموعة أو منظومة تكون شخصيتها المتنمر تبدأ طبعا في الاتساء والكبر مع الزمن و مع خصائص النمو و يختلف الأمر ما بين الذكور و الإناث في اختلاف الذكور الناحية الحركية السلوكية القائمة على الإيذاء الجسدي أكبر من الإناث الإناث الناحية اللفظية و عملية العزلة و الاكتئاب و الأمور النفسية لدى الإناث أعلى بناء على خصائص النمو الموجودة لدى الذكور و الإناث فتقبل الأبناء الذكور لعملية السب و الشتم سوف يولد سلوك عدواني عملية تلقي البنات للسب و الشتم سوف يولد سلوك نفسي في مرحلة الطفولة و يبدأ يتنامى معه إلى مراحل المراحقة و ما بعدها يعني بالنسبة للذكور في المراحل العمرية الأولى يشكل لديهم الطفل يكون عدواني و بالنسبة للإناث يعني تؤثر في موضوع الأمور النفسية هو الغالبية هو تأثر في الناحية النفسية في الذكور و الإناث لكن التأثير الظاهر للأولاد أو الذكور في ناحية السلوك العدواني الجسدي بالنسبة للبنات الناحية النفسية الجسدي قليل أقل نعم لكن الذكور الناحية الجسدية أعلى و الناحية النفسية أقل البنات لا الناحية النفسية أعلى و الناحية الجسدية أقل لذلك تجد المشاغبات المشاجرات الألفاظ الشجار المجتمع الذكوري المجتمع الذكوري أو الأطفال الصغار الذكور بينما البنات كناحية ألفاظ أو بكاء أو هروب إلى الأم أو محاولة يعني الإبتعاد عن المكان لكن ما يقوم بينهم الأعمال الجسدية التي فيها مثلا شجار إلا بدرجة أقل فعلا كلامك دكتور يعني حيلا لما تشوف مثلا شجار بين نساء مثلا أو إناث إذا كان فيه عراق تريد يكون محل استغراب من الناس ما اعتادوا مثلا مثلا المرأة مثلا تكون في حال أمور جسدية عدوانية هو لو كان خلاف خلاف الذكور صحيح هو الساد تركي و الأخوة للمشاهدين و الأخوات يشاركون هذا الرأي أنه عملية يعني البناء لما تصل إلى مرحلة من نضج العقلي و مرحلة ما بعد عمره 15 سنة هنا تبدأ المفترض يكون هناك استقرار عقلي و يبدأ البناء العاطفي و العقلي يأخذ جانب من الوضوح و جانب من التشكيل المناسب على شخصية الفرد سواء كان ذكر أم أنثى حينما تقوم بعض الإناث ببعض المشاجرات هنا المجتمع الذكوري يستغرب لأنه معتاد على أن الإناث باعتبار وجود الأم و وجود الأخت أن هؤلاء يعني هذه الأم و هذه الأخت هو مصدر للعاطفة للحنان لا تلجأ إلى عملية استخدام مثلا القوة الجسدية في عملية حتى العقاب أو غيرها إنما قائمة على بعض الألفاظ البسيطة قد تكون هي المتنفس قبل أن تكون هي العقاب فيتم يعني ملاحظة أن هذه المشاجرات حتى إذا كان بين نساء كبيرة الكل يستغرب لأن الخصائص الموجودة والأمور الفيسيولوجية في المرأة تختلف عن الرجل التكوين العاطفي عند المرأة أكبر بدرجات عالي جدا لذلك جعلت الأمومة الرضاعة العطف الحنان الأمان لدى المرأة والمسؤولية والتصرف وتحقيق يعني متسزمات الأسرة للرجل أو الزوج بدأت العملية هي تشاركية هنا عاطفة وهنا تعامل فيه مسؤولية هنا في حماية وحنان هنا في إدارة وحماية لنفس الأسرة إذن هي عملية تشاركية شيء يكمل الآخر طيب دكتور يعني الشخصية المتنمرة تختلف من بيت إلى بيت هل حيان الفقر له دور الأمور يعني العلمية حيان الجهل هل هذه هي سبب الاختلاف مثلا من منزل عن منزل آخر مما لا شك فيه أن هناك يعني عوامل تؤدي إلى عملية التنمر الفقر الأسرة الشخصية الضعيفة قد أيضا المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع الرفاق الحي كل هؤلاء يساعدون في عملية البناء وعوامل تسهم في هذه الشخصية المتنمرة الأسرة هي تعتبر المنبت والمؤسسة الأولى التي تنشئ إما طفلا سويا أو طفلا عدوانيا تنشئ طفلا متنمرا أو طفلا متعاونا مع رفاقه ومع أصدقائه هنا الأسرة إذا بدأت في عملية التوجيه بشكل من أشكال العنف وليس من أشكال التربية المتوازنة كالعبارة المشهورة ربي يعني ربي ابنك كما يجب وليس كما يستحق إن أخطاء عاقبنا وإن أجاد في أمر شجعنا ومدحنا هنا تبدأ العملية يكون فيه اختلال في التربية ولكن المفترض أن تكون التربية بناء على شخصية الإبن وليس بناء على السلوك إذا قدم شيء جيد بدأنا في المكافأة وإذا أخطى عاقبنا لكن هنا نقول أننا لا نقبل الخطأ ونقبل الفعل الإيجابي لكننا الشخصية لا نلومها في هذا الأمر إنما نصحلها الخطأ ونشجعها إذا قامت بالأمر الصحيح فالأسرة هي أهم مؤسسة في بناء الشخصية ثم بعد ذلك تبدأ تدخل المدرسة تدخل جماعة الرفاق الحي لعل يعني أتوقف قليلا عند جماعة الرفاق جماعة الرفاق جماعة الرفاق اللي هم الأصدقاء الأصدقاء سواء كانوا الأصدقاء من المقربين من القرابة الأسرة أو من أصدقاء الحي أو من أصدقاء المدرسة الصداقات كلما كانت خارج البيئة التي يعيش فيها ذلك الطفل أو ذلك الشاب سوف تنتقل إلى ناحية من العدا والسلوك العدواني إذا كانوا جماعة الرفاق يقومون بتلك الأفعال السيئة بناء على التربية التي يخذوها من الأسرة إذا كان داخل الأسرة هذا الإبن معتاد على عملية السرقة مثلا داخل الأسرة من جيب وارده من الأغراض الشخصية لأسرته ثم بعد ذلك يبدأ في عملية استخدامها كمثلا شراء مثلا التابق أو أخذ بعض المواد الخاطئة أو مثلا أن يكون فيها يأكل أو يشرب بها مثلا خارج المنزل ثم بعد ذلك تبدأ تولد له السرقة بعملية العداء وعملية كيف للأسرة تمنعني إذا لابد أن أحصل على المال فالأسرة هنا تبدأ تكون تلك الشخصية إذا لم يكن هناك تصرف ستتبدأ هذه الشخصية في عملية التنمر إذا قُبل بالرفض سيقابل تقابل الأسرة بعملية العداء والتلفظ وعملية الهروم من المنزل ثم يكون من الملجأ الآن جماعة الرفاق كل منهم يحاول أن يساند ذلك الشاب ذلك الصديق فكل منهم يزرع في الآخر سلوك وتبدأ العملية تبنى تبنى إلى أن يكون شخصية عدائية تنتقل فيما بعد إلى شخصية أب صاحب سلطة عداء عنف إذا ارتبط بزوجة سوف تكون يعني النتيجة سيئة في عملية التفكه الأسري لأنه نشأ تنشأ غير قائمة على الأسلوب السوي إنه مقايم على العنف وعلى عملية السلطة وإلى آخر الموضوع للأسرة تتفكك رب الشخصية متنمر يا دكتور رب زوجته لا تستمر معه بعض الزوجات تقدم للخلع تجد من المبررات تجد أن هذه بصريحة العبارة أنه دائم متنمر عليها وهذا كان لها ردة فعل في عدم تقبله أو البقاء معه هم من المؤكد الكثير من الرجال للأسف وهم قليل بإذن الله يفهم موضوع القوامة والتصرف والتعامل مع شريك الحياة أنه قائم على القوة العضلية وعملية السيطرة باللفظ أو طول اللسان أو طول اللسان أو التلفظ بألفاظ صيئة أو التهديد أو التأثير النفسي كل ذلك لعملية أنه أنا أريد أن أتحكم في أسرتي أو أتحكم في شريك الحياة في زوجتي مثلا بعملية الضرب بعملية السب بعملية الشتم بعملية الحرمان الإذاء النفسي حتى لا يكون لها مجال أنها ترد أو تتصرف وهذا أسلوب خاطئ وهذه ليست قوامة شرعية ولم يوصل الله سبحانه وتعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كثير من الرجال يلجأ إلى هذا الأسلوب الخاطئ ويرى أنه استخدام القوة العضلي هي التي سترغم الزوجة على الطاعة ثق تماما أنها إذا صبرت مرة ومرتين وثلاث وأربع أو تحملت هذا الأذى فهي حفاظا عليك وحفاظا على الأسرة وخاصة إذا كان بينكم أبناء ولكن حينما تصل إلى مرحلة معينة مما لا شك في أنها ستلجأ إلى عملية الرغبة في الانفصال لأن هذا الأسرة لا يمكن تعيش في مكان لا تشعر فيه بالأمان سواء الطفل إذا كان في أسرة يسودها الصراخ يسودها الألفاظ السيئة يسودها العنف لن يستريح لا في أكل ولا في شرب ولا في نوم ولا في دراسة ولا في شيء آخر أيضا الزوجة إذا كانت الأسرة قائمة على العنف من ذلك الزوج وهو الركن الأهم في الأسرة وهي الركن الثاني إذا بدأ الركنين هؤلاء بينهم الاختلاف الكبير من ناحية العنف الذي يمارسه الزوج أو تمارس الزوج العنف على أبنائها هذا سيكون من أقوى أسباب التفكك بين الأسرة وقد يكون الطلاق والانفصال في أقرب وقت هذه إشكارية وكارثة كبيرة رب لا ينتبه لها أحيان بعض الأزواج فحيانا لما تجي مثلا تقول يعني اتقي الله وكن يعني لسانك طيب الذكر في انتجاه زوجتك وعملها بالحسنة تجد يقولك يعني زي ما قلت أنت اللبن الأولى في التنشية فيقول حاولت ما ما استطعت يعني من يوم نشأهوه فيريد الفكاك فيصعب عليه ما هي هذه الأسرة أولا يعني نتاج الأب والأم أو الزوجة والزوجة هو نتاج أهل الزوجين سواء كانت متعلقة بالزوج أو الزوجة كلما نشأ ذلك الزوج في أسرة قائمة على هذا الأسلوب أو كان في مجتمع من أصحابه أو أصدقائه قائم على هذا الأسلوب سوف يمارسه داخل الأسرة جميل أيضا إذا كانت الزوجة داخل الأسرة معتادة على أن والدها و والدتها بينهم عملية الاختلاف عملية العنف سوف تجد أن هذا الأمر هو الأمر الطبيعي و يبدأ ينشى لديها أن الحياة الزوجية بهذا الشكل كثير من السيدات تعزف عن الزواج لا تريد الزواج تقول أن هناك صورة ستنتقل حينما أتزوج سوف يمارس ضدي العنف و الإذاء نفسي كما يمارس أبي الإذاء و العنف النفسي على واردتي و أيضا الأزواج كثير منهم يقولوا والله هذا الأسلوب الأمثل للتعامل مع الزوجة فهو يرى والده و يعاقب والدته بالضرب و السب و الشتم و الإذاء النفسي و يرى أن الأم هذه تستمع و لا يوجد من ينصرها من أهلها و لا يوجد من يوقف ذلك الرجل عند حده و لا يمكن أن أحد يتصرف معه فتقبل بهذا الأمر فحينما يرى ذلك الزوج أن والده يقوم بعقاب والدته و هي مستمرة بهذا الحال فيقول أن هذه من أسباب السيطرة و القوة فيقوم هو بنقل الخبرة إلى أسرته الجديد و يبدأ ينشأ العنف و تبدأ عملية التكرارات التي تستمر إلى أجياء هذه شكالية كبيرة أنا في تعليق جميلة دكتور أنا أقرأه و أنت يعني يعني يقول أسوأ شيء أو أسوأ سلوك ممكن تشوفه هو التنمر غالبية الناس تستسهل التنمر مع أنه ممكن يدمر حياة إنسان و أي شخص يمارس التنمر هو شخص بلا أخلاق و لا يوجد أي مبرر للتنمر من المؤكد أولا المشاركة جميلة و فعلا الشخصية المتنمرة لا تظنون و لا يظن الأخوة المشاهدين و المشاهدات أن عملية التنمر هي متوقفة على ذات الشخص الشخصية المتنمرة أذاها على ذاتها أذاها على الأسرة أذاها على المجتمع على المدرسة على الأصدقاء أذاها على الممتلكات هذه الشخصية المتنمرة لديها دافع عدواني داخلي أي أمر أي تصرف ردة الفعل عدواني بالدرجة الأولى و درجات العدوان تختلف و درجات العداء تختلف و درجات الإيذاء أيضا تختلف في مراحلها و لكن الدافع بالحد الأدنى هو دافع العدواني هو دافع السلوك العدواني هو دافع الإيذاء لأنها شخصية متنمرة شخصية متنمرة لذلك لم تسمى شخصية متنمرة إلا بناء على المشاهدات على المظاهر على المؤشرات لا يمكن أن يلمز شخص أنه شخصية متنمرة إلا إذا ظهر عليه أن هذه الشخصية فيها عدة صفات أو عدة مميزات فيها عملية استخدام مثلا الجسد الإيذاء عملية الألفاظ السيئة عملية أخذ أي أمر يريد الحصول عليه بالقوة معترض على الأنظمة لا يريد أن يلتزم بأي أمر مخالفات داخل الأسرة مخالفات داخل المدرسة لا يستجب القوانين واللواح لذلك هذه الشخصية شخصية عداية وقريبة هي قريبة من الشخصية السيكوباتية التي ترفض كثير من الأمور وهي مقتنعة بما تفعله وعدائية للمجتمع بشكل كبير جدا هذه شكالية كبيرة هناك بعض التعليقات لكن نرجعها في بعد الفاصل المخرج نبهنا بالفاصل نحن نأخذ فاصل قصير ثم نكمل يا دكتور ما تبقى من محاور حلقتنا مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فحسن الخلق مع تقوى الله تعالى سبب من أسباب دخول الجنة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وهو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الحديث وأثقل شيء في ميزان المسلم يوم القيامة حسن الخلق ففي الحديث ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وحسن الخلق علامة على كمال الإيمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ومن بركات حسن الخلق أنه يزيد في الأعمار ويعمر الديار بالبركة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار قيم تهدين إلى القيام تسمو بالجيل إلى القمم من نبع القرآن الصافي ونبيه الهادي للأمم قيم تهدين إلى القيام تسمو بالجيل إلى القمم من نبع القرآن الصافي ونبيه الهادي للأمم ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيامي فصلاح الدنيا في قيامي فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشاء يا هلو مرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل ما زلنا في محاول حلقتنا الشخصية المتنمرة وسطنا مشاركة مشاهدين الكرام نستمع إليها ثم نعود إليكم ظاهرة التنمر هي ظاهرة غير إخلاقية ولا صحية أساسا لذلك نهى عنها الشرع الحنيف في القرآن الكريم بصريح اللفظ فقال يا أيها الذين آمنوا لا يصهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان ينتصر للصحابة الذين يقعون ضحية التنمر ثم كان يلطف في القول إذا خاطب فيقول يا عائش ويقول يا أونيس ويقول يا عمير ما فعلنه غير وهذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن ولا يريد أن يجرح أحدا إذا كان عندنا الطفل في البيت فيه هذا السلوك يجب أن ننبهه إلى هذه المسألة ونقول له بأن أول من يتضرر بهذا السلوك هو الشخص المتنمر نفسه نفسه يتضرره أولا ثم يتعدى ضرره الآخرين لذلك وجب التنبيه إلى هذه المسألة والسلام عليكم شكرا شكرا على المشاركة الجميل والرائع من أحد المشاهدين في هذه المشاركة يقول عجبنا عبارة يقولك أن الشخص المتنمر أول ما يتضرر هو بنفسه قبل الآخرين توافق دكتور في كلامك؟ وافقه في مرحلة معينة الأطفال لا يشعر بهذا الأمر لذلك كثير من علماء التربية يقولون أن زرع القيام يبدأ من أمر الخمسة السنوات لأن ما قبلها قد لا يكون هناك مفهوم للقيمة أو مفهوم للسلوك بالشكل الكامل كتكوين سلوك وآثار لذلك السلوك فمشاركة الأخ الكريم مشاركة جميلة جدا وخاصة يعني لس شهاده بالآيات الكريمة التي كان فيها التحذير من السخرية ومن السهزاء ومن كل هذا الأمور هي توجيه قرآني رباني يقول كلما كان هناك عملية استخدام لبعض الأمور المؤثرة لفظيا سيكون نتيجتها مؤثرات سلوكية تكون جزءا من بناء الشخصية المتنمرة أو الشخصية العدائية وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع ردود الأفعال التي كانت سواء من زوجاته أو الصحابة رضو الله عليهم كيف كان يتعامل بأسلوب فيه من الرحمة وفيه من العفو والتسامح للأشياء الكبير ولا يلجأ إلى عملية العداء وعملية أن يكون هناك إيذان الآخرين جميل أخونا علي من اليمن يقول أن ابنه يتعرض على تنمر مستمر في المدرسة ماذا أفعل؟ وهذا يتوافق مع السؤال رويدا من ينبع تقول كيف تصرف إذا علمت أن ابنه يتعرض على التنمر في المدرسة وكلام يشتركون في نفس السؤال السادة الأخ الأول من اليمن علي أنا الأبن ولوقت أنا البنت كلهم يتعرضون لتنمر في المدرسة ماذا يفعلون؟ هو الآن قبل أن نقول أن والله في آلية محددة لعملية التعامل مع التنمر في المدرسة لابد أن نعرف المرحلة ما هي إذا كانت المرحلة الابتدائية غالبا عملية التنمر إذا أخذناها كمراحل دراسية الأول الابتدائي والثاني والثالث الابتدائي لم يصلون إلى مرحلة فهم ما هو التنمر لذلك الأفعال لديهم تلقائي ما يتضايقون منها؟ الأمور تلقائية لديهم يعني عملية مثلا أخذ القلام أو أخذ مثلا شيء من الحقيبة أو أن يكون أحد البنات مثلا شدة شعر زميلتها هذا بمفهوم الأطفال ليس تنمر إنما هو لعب ولكن هذا اللعب عشوائي لا يقوم على ضوابط يقوم على المزاح لذلك نلاحظ نحن في المرحلة الابتدائية في الصغار قد يكون لديهم زجاجة ما واحدة يشرب منها عشرة أو يكون لديهم يعني شطيرة مثلا أو مثلا وجبة ويتشاركون فيها ثلاثة أو أربعة وكل منهم يعطي الآخر لذلك ليس لديهم تلك المرحلة من نضج العقل حتى يقول أن هذا الأمر يسمى تنمر إنما هو يرى أنه شيء من المزاح أو شيء من أخذ شيء عن طريق اللعب أو بسلوب غير جيد كمفهومنا نحن لكن مفهوم لا يصل إلى المرحلة هذه ما بعدها نقول الرابع أو خامس سالس ابتدائي سواء للأبناء الذكور هنا تختلف الأبناء الذكور هنا تبدأ عملية لديه الفهم أن هذا أمر فيه عدا عليه فيذهب مباشرة إلى من؟ إلى المعلم أو المدير أو الوكيل أو الموجه الطلابي ويقول أن فلان أخذ مني ويبدأ بالبكاء الخامس سالس ابتدائي يقل هذا بالنسبة للأولاد أو الذكور بالنسبة للبنات في مدارس البنات العملية مستمرة من الرابع حتى السالس الابتدائي في عملية أخذ شيء مباشرة تبدأ هي ترد بالألفاظ ثم تبدأ بالشكوى للمعلمة كيف يمكن الحد من التنمر في هذه المرحلة لابد أولا من ثلاثة أمور وأتمنى أن يحرص عليها الآباء والأمهات في المرحلة الابتدائية أول أمر هو بناء الثقة في الإبن والبنت كيف بناء الثقة فيه؟ البناء الأول هو المشاركة في الإذاعة المدرسية ترى مهم جدا كثير من الآباء والأمهات يغفلون هذا الجانب كلما وقف هذا الابن أو تلك البنت في الإذاعة المدرسية أمام الطلاب أو الطالبات في مدرسة البنات هذا يعزز عملية الثقة وعملية الجرأة وعملية الشجاعة يكسر الخوف يكسر الخوف الأمر الثاني في تصرفات قد تكون داخل الأسرة هي معتادة بين الأطفال قد يكون لديه أخ أو لديه أخت قريم من العمر فالمشاجرات التي بينهم ليست تنمر إنما هو شيء من اللاعب أو المزاح أو أخذ شيء مثلا قد يكون للبنت وأخذها الولد أو يكون للولد وأخذتها البنت داخل الأسرة فيتم حلها بشكل بسيط لكن عملية التعامل معهم بعملية الضرب سوف ينقل تلك الخبرة إلى داخل المدرسة إنه أي شخص يأخذ مني هذا الأمر سوف يضربه لأنه أنا في البيت أضرب فما يتم داخل الأسرة هو ينتقل داخل المنزل الأمر الثاني في عملية التربية هو أن يكون هناك ما يسمى بالتعلم باللعب كلما كان هناك عملية عداء أو هذه الشخصية تكون ضعيفة داخل المدرسة سواء للأبناء أو البنات هنا تبدأ عملية التعزيز من خلال اللعب بناء المكعبات مثلا اللعب الجماعي اللعب الحركي اللعب اللي فيه مثلا شيء من التشارك في الرسم أو غيره هنا تبدأ عملية توطيد العلاقات وتخفيف عملية التنمر الأمر الثالث هو عملية ما يسمى بقواعد المدرسة الشخصية وهي الأمور الشخصية ويبدأ الشرح فيها أن يكون فيها بعض الترتيبات البسيطة والله كمثال يأخذون حقيبة طالب أو طالبة ويقولون هل هذه الحقيبة شخصية ولا للجميع فالأطفال سيجاوبون أنها شخصية طيب هذا القلم لمن هو لفلان أو لفلانة إذن لا يحق لنا هنا تبدأ عملية التعلم بالممارسة هذا هو الأمر الثالث فهذه قد تكون أهم ثلاث نقاط قد تساعد في عملية لا يكون هناك تنمر يقع على الأبناء والبناء جميل أخونا يعني اعتزاز أحمد بن السودان يسأل إذا كان الشخص المتنمر عليه يتعامل بلطف مع الذي يتنمر عليه الشخص المتنمر عليه يتعامل بلطف مع الذي يتنمر فيه هذا مؤدب جدا يعني ما شرعه يعني إذا كان في شخص يتنمر على شخص آخر والمتنمر عليه يقابل ذلك بشيء من التسامح وشيء من العفو هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعرض للإيذاء وهو يسامح ويعفو هذه الأخلاق لكن نحن لا نريد أن يكون ذلك العفو لا بس شوف سؤالة إيش يقول هو يعني يقول هل يمكن أن يساعد ذلك في التخلص من سلوك التنمر في الشخص الآخر المتنمر على الحين لا تنمر عليه أنت يا دكتور وأنا عملك بلطف وأمزح معك وضحك معك وتقبل هل هذا فعل تجاهك يقلل من عملية التنمر لم يمارس هذا الشخص أكيد لأنه إذا قُبل المتنمر بسلوك فيه من التسامح سيكون ردات الفعل لديه متدنية لأن عملية التنمر هي قائمة على بداية إذا هذه البداية قام لحقتها مجموعة من الأمور الأخرى سواء كانت سلوكية أو لفظية خلينا يعني ما دام أنه أنت بمثال أنا و أنت خلينا بس مرة لك و مرة عليه دكتور ممتاز طيب نقول أنه أنا والله أحد المرات حاولت أنه أتكلم بعبارات سيئة على الأساد تركي ولكنك يعني ما واجهت بأي رد في برود يعني المرة الأخرى أيضا وجهت عبارات غير جيدة و أيضا أنت قابلتني بهذا الأمر هنا يبدأ يتود لدي أنه والله يعني ما جالس أنا أشبع نفسي بعملية ممارسة السلوك السلبي بأتنمر عليك بالألفاظ و حاول بسلوب آخر ممكن يسمى دكتور إطفاء السلوك هو إطفاء السلوك هذا جزء منها إطفاء السلوك لكن إطفاء السلوك هو من الذات ليس من الآخر هنا ردة الفعل هي قللت عندي عملية الرد الآخر يعني أنا رقم واحد أعطيتك الكلمات الغير جيدة رقم اثنين أنت ما جاوبتني أنا رقم ثلاثة بدأ يقل عندي يضعف أعطيتك كلمات رقم أربع عندك ضعيف إذن أنا خمسة عندي أضعف كل ما يقل لأنه ستة راح يكون عندك وهذا إطفاء سلوك ذاتي هذا إطفاء لعملية يعني إذا حدثنا يعني شخص المجنون إذا بدأ يتحدث معنا بكلام و يبدأ يسب نحن نعلم أنه مجنون لا نرد عليه تجاهل نتجاهل لأنه نعلم أنه مجنون طيب إذا علمنا أن هذا الشخص متنمر أو أنه ممكن يقوم بإيذاءنا أو الاستمرار في التلفظ علينا إذن نحن ننسحب من هذا الموقف أو لا نرد عليه التغافل و عملية عدم الرد ولكن لا يكون هذا الرد مبني على الضعف إنما مبني على أن أنا لا أريد أن رد عليك بإمكاني أرد لكنني أتوقف عن هذا الرد أهم شيء من أن يكون ضعف لأنه قد يؤثر نفسيا على لا يكون أنه والله أنا عدم الرد هو شعور بالضعف لكن هو شعور بأنني أحترم يعني ما ربيت عليه من أخلاق ولا أريد أن أرد عليك من نفس الألفاظ طيب أختنا أميرة من ليبيا تقول السلام عليكم و عليكم السلام كيف يمكن أن تتعامل الزوجة مع الزوجة المتنمر و المؤذي لفظين طرح هذا السؤال بس إيش تسوي معه طيبا تروح تخليه أولا يعني لا أعتقد أنه في زوجين يعيشون في عالم مستقل أو لديهم بيت وسط الصحراء لا يوجد حولهم أحد لابد أن يكون هناك من الأسرتين من يقوم بكف الزوج عن هذا الإيذاء أيضا الآن الأمور فيما يتعلق باللوايح والأنظمة هي واضح إذا لم يكن هناك عملية ردع داخلي ذاتي من داخل الزوج من خلال ما يكون يعني إبعثه حكما من أهلي حكما من أهلي أو يكون هناك من يؤثر على عملية تقليل من هذا الأمر أو يكون لدى هذا الزوج يعني شيء من عملية إيقاف ذلك التنمر فلابد هنا من اتخاذ الخطوة الثانية وهي عملية الإيقاف بالأسلوب الذي يحد من عملية استمرار التنمر والعنف على الزوجة لا يتم التنمر والعنف على الزوجة إلا إذا كان هناك أسباب لا نأخذ الصورة بالشكل الشامل إنما لابد أننا أيضا ننظر في التفاصيل هل عملية التنمر هذه يومية؟ هل عملية التنمر أو العقاب أو العقاب الجسدي أو اللفظي أو النفسي أو أي كان هل هو متكرر يوميا؟ هل هو الفترات محددة؟ هل هو بين فترة والأخرى؟ نوعية التلفظ نوعية العقاب هل هو مرة واحدة؟ عدة مرات؟ ما الأسباب؟ ما الدوافع؟ هل كان من الزوج أو من الزوج؟ إذن العملية تحتاج إلى الكثير من التفاصيل حتى نعرف كيف يمكن أن نقدم إرشادة للزوجة والزوجة جميل آخر سؤال و سندخل في المحور نواع التنمر قاعدة يمتيك الإبن فلان ضربني أضربه خذ حقك بيدك هل هذه خطيرة يا دكتور؟ هذه العبارة خاطئة أولا عملية بناء شخصية الإبن لا يكون بهذا الشكل أنه والله لا تخلي أحد يضربك خذ حقك بيدك خليك رجال زي أبوك وتبدأ هذه العبارات يعني يتنمى في هذا الطفل هو لا يعرف الكلام الذي تقوله أنت أيها الأب خذ حقك بيدك خليك زي أبوك هذه عبارات كبيرة جدا عليه لم يصل إلى هذه المرحلة من الزوج العقل حتى يفهم ما يكون تحتها من سلوكية لذلك مباشرة مجرد أنه أي طالب يقول والله يأخذ مثلا القلمة والمرسام يبدأ بضربه مباشرة وربما يضرب بأي شيء يقول والله والد أو الأبو يدلي لا تخلي أحد يأخذ منك شيء هذه العبارة خاطئة الأفضل أن نقول يعني إذا أحد أخطى عليك لابد أنك تكون في مكان الذي وقع في الخطأ إما داخل المدرسة أو هذا الأغلب هناك ما يسمى باللوايح المدرسية وما يسمى بقواعد السلوك والمواظبة هي موجودة حتى في المدارس ما وضعت إلا لتطبق ما وضعت شكلا وضعت أيضا جوهرا وتطبيقا وليس فقط أنه عبارات مكتوبة إذا لم يكن هناك فهم من الأب أنه والله في حالة الاعتداء عليك توجه إلى أقرم معلم أو مدير المدرسة أو الموجه الطلابي حتى يوقف هذا عند حده وتقول لهم أنه أنا استطيع أرد ولكن أنا هنا داخل المدرسة ولا أريد أن يكون عملية فوضى هنا هذه التربية ولكن نطلق العبارة كما هي الآن نحن جالسين نبني شخصية متنمرة بطريقة غير مباشرة لما نقول للأبن أو البنت خذ حقك في يدك أو اللي يعطيك مثل ما يقول لي يعطيك كف يعطيه كفين واللي يقول لك كلمة رد عليه بعشرة لا هذه عبارات سيئة هي تبني شخصية متنمرة وليس عمليه والله أنه أترك له الحبل على الغارب أقول له تصرف كما تشاء فالعملية ليست قايمة على العشوائي إنها عملية قايمة على انضباط ولوايح وكل ما يقوم داخل الأسرة هناك قواعد داخل المدرسة هناك قواعد داخل المجتمع هناك قواعد لو كانت العملية فوضوية وكل يأخذ حقه بيده أصبح هناك انتشار للجريمة والقتل والضرب والعنف والإذاء الجسدي لكن هناك لوائح جميلة دكتور عذا الإضاحة طيب دكتور التنمر له أنواع متعددة ما هي هذه الأنواع دكتور هو الأنواع كثيرة لكن نحن سوف نأخذها في أربع أو خمس نقاط جميل وما يسمى أولا بالتنمر الجسدي التنمر الجسدي القايم على عملية الضرب العنف إذاء الجسد يعقبه جروح كسور أشياء معينة حروق عملية إذاء الجسد إذاء الجسد التنمر الآخر هو التنمر النفسي وهو القايم على العملية التي فيها إذاء نفسي كريمات جارحة نعم هو الغالبية تكون بالعبارات أو عملية الحرمان أو عملية السخري أو الاستهزاء إما تكون لفظية أو تكون معنوية هنا يبدأ يتولد لدى المتنمر شيء من العزلة الاكتئاب الخوف الرهبة الأطفال يكثر لديهم التبول اللا إرادي أيضا الاستيقاظ المفاجئ من النوم الخوف من الظلام الخوف من الأصوات كل هذه الأمور أيضا تساهم أيضا من أنواع التنمر ما يسمى بالتنمر الاجتماعي والذي يقوم على طرد الشخص من المجموعة التي هو فيها كمجموعة الرفاق اختاروا شخصا وبدأوا يتنمروا عليه لإخراجه من المجموعة أو أشخاص معينين لا يريدون البقاء مثلا في زي يكون في مثلا بعض الأطفال جلسة أحيانا في الجلسات أو في ملاهي الأطفال لا يريدون طفل أن يصعد على مثلا المراجيح أو غيرها أو الألعاب فيقومون مجموعة من الإخوة والأقارب بالتنمر على ذلك الطفل يبعاده اجتماعيا حتى لا يكون في هذا المجتمع الذي فيه الألعاب فيقومون بالطرد أنه والله لا هذه الألعاب لنا لا ما تلعب معانا أو أحيانا دكتور من العبارات يأتي يقول ما أحد يبغاك ممكن هذه يعني عبارة تأخذ الجانب النفس وتأخذ الجانب الاجتماعي قد يكون هذا الشخص أيضا في مجموعة من الأصدقاء ويقول والله أنت أفلان يعني ما نبغاك معانا أو والله شوف لك صحبة ثانية أجلس معاه إذن هذا تنمر اجتماعي أيضا من أنواع التنمر التنمر الجنسي وهو القائم على أن يكون هناك العلاقات وقالب أنه يتم بين الزوجين أو يكون هناك ببعض السلوكيات اللا أخلاقية يكون فيها إيذاع جنسي سواء للذكور أو الإناث فتبدأ عملية التنمر بهدف الحاق الأذى الجنسي كالألواط والزنا وغيرها أعادنا الله وإيه هل يدخل في التحرش دكتور؟ يدخل في التحرش لكن التحرش هو البداية هناك فرق بين عملية التحرش هنا يتجه إلى جانب جنسي ولكن التنمر الجنسي هو أن يبدأ يهدف إلى إيذاءه جنسيا بذلك مثلا لمس بعض الأماكن في جسم الإنسان المحرمة التحرش هذا مرة واحدة ولكن أيضا عملية التكرارات أو عملية استياد الضحايا بدافع القوة أن هذا المتنمر قوي ويستطيع أنه يسيطر على تلك الضحية فهنا يسمى تنمر جنسي أيضا من التنمر ما يسمى بالتنمر الإلكتروني وهو بدأ ينتشر بشكل كبير جدا وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون شخص لديك كلمات أو عبارات معينة في أحد وسائل التواصل الاجتماعي فيجد أشخاص آخرين يبدأون في عملية السخرية وعملية الاستهزاء وعملية القدح أو تركيب صوره أو تركيب صور معينة حتى يبدأ تنمر عليه ويغادر ذلك الموضوع يعني بعض الناس يترك بعض الأماكن يقفل حساب الموضوع كذا بسبب ما يعاني من تنمر صحيح طيب دكتور إيش الأسباب يعني هؤلاء اللي يقعون في هذا تجد حين تنزل في الردود كثير ناس يتنمرون ما السبب دكتور بهذا العدد إذا كان نحن نقول ما سبب هؤلاء الأشخاص الذين يردون بتلك الردود فهي مبنية على شخصياتهم دكتور حين هل التعصب له دور؟ قد يكون التعصب فعلا لـ نادي معينة نادي معينة أو قبيلة معينة أو سلوك معينة أو فيها معينة هو يتعصب لها فيكون هو يرى أنه في منبر الدفاع عن هذه الفئة أو هذه المجموعة فيبدأ في الحق الضرر بالآخر المنافي له سواء بعبارات أو كلمات أو ردود أو تحقير أو سخرية أو السهزاء أو استخدام زي ما تفضلت ببعض الصور أو غيرها حتى يكون هذا الشخص ليس له مكانة أو يلهز من شخصيته أو الحق الضرر به فتبدأ هذه الشخصية تنسحل أو قد يكون هناك أنا أذكر في أحد اللقاء كنا نناقش مسألة رجل طرح مسألة معينة ولعل أترك فيها الحكم للمشاهدين خلينا أترك الحكم فيها للمشاهدين هل هذا تنمر؟ لا فيها شيء من الطرفة كنا في أحد اللقاءات كان حاضر فيها مجموعة من السيدات وكان مصادفة في هذا البرنامج لا يوجد إلا رجل واحد من بينهم من بينهم فكان الرجل هذا يجلس على طاولة والسيدات على تقريبا ثلاث طاولات كل طاولة عليها ثلاثة وأربع من السيدات وكان السؤال من هذا الرجل يقول كان يسأل المحاضر أو المقدم يقول هل أنا وجهة نظري أن التعدد شيء مميز وإيجابي فوجه بهجوم من السيدات على هذا الأمر فبدأوا السيدات التي تقول والله هذا تفكيرك هذا شيء كذا وبدأوا يهجمون على هذا الرجل بهذا العبارات هذا الرجل اليوم الثاني لم يحضر لم يكمل للبرنامج وحينما تواصلنا معه لماذا لم تكمل قال والله يعني واجهوني كل السيدات بالرفض فقلنا هذا الأمر أنت طرحته ولكن كان الطرح غير مناسب في ذلك الوقت المفترض يكون الطرح أفضل من هذا الشكل فلذلك هذا يعني كمثال نترك يعني للسادة المشاهدين والمشاهدات الحكمة لهذا تنمر أم لا طيب سؤال وردنا و أنا أراه حرام مهم وقت الحق به داركنا يا دكتور كيف أساعد طفلي على إعادة بناء الثقة بنفسه بعد تعرضي للتنمر أنا طفل تعرض للتنمر طبعا كيف أساعده حتى أخرجه من هذا المكان الذي هو فيه أولا إذا كان التنمر قبل مرحلة المدرسة لابد أن أبعده عن المجموعة التي يتعرض فيها على التنمر ولو الفطرة معينة أيضا أبدأ أعلمه على بعض المهارات الموجودة و خاصة مهارات اللعب مهارات الرسم مهارات مثلا المهارات الحركية هذه تساهم في عملية إعادة الثقة ببعاده عن المجتمع الذي مرس فيه إذا كان في المرحلة الدراسية بدأ في المرحلة الابتدائية هنا كما ذكرنا سلفا أنه والله إذا كان أولى و ثاني و ثالث ابتدائي نحاول الممارسة باللعب ولكن إذا كان رابع و خامس و سازس يكون أيضا ممارسة بعملية التشاركات الجماعية لذاع المدرسية كل هذه عملية تساعد في أن هذا الشاب أو عفوا هذا الطفل أو هذه الطفلة إذا تعرضت التنمر يكون هذا العلاج لها فوق ذلك و أهم من ذلك أن يكون عملية استيضاح من هذا الطفل إذا كان لديها القدرة على التعبير ما الذي تعرض له ثم معاملته كأنه كبير و يرد عليه أن هذا الأمر يقوم بعملية الأداب حاول أنك ما تتلفظ عليه لا تتعدى عليه إنما اذهب للمعلم أو المعلم اذهبي إليها و أحدثها بما هذا الأمر هذا يساعد في عملية تعزيز الثقة و أيضا عملية انسحاب الوالدين و أنه لا والله أنا أبدأ أذهب إلى المدرسة هذا خطأ كبير في جزئية معينة إن كان الوقت يسمح في المرحمة تسطح ننصح المعلمين و المعلمات الموجهين و مدرع المدارس في المرحمة تسطح إذا ابنك أو ابنتك تعرضت إلى أي أمر فيه سلوك معين اجعل لهم الفرصة كي يتصرفون و لا تكون مباشرة في أي تصرف تبدأ أنت المنقذ و المنجد تبدأ تحضر أو تحضرين من المنزل لعقاب المدرسة أو أتركوا فرصة للإبن حتى يواجه هذا الموقف و كيف يمكن يتصرف هذا هو الأفضل لبناء الشخصية لكن إذا كان الأب و الأم يتدخلون في كل مسألة يتعرض لها الإبن هنا نحن لا نبني شخصية هنا نبني اعتمادية و نبني اتكالية لكن نترك لهم بعض الأمر و إذا استدعى الأمر فسوف يوجه لك خطاب الحضور إلى المدرس أو إلى مدرس البنات كلامك جميلة دكتور و أنا مستمتع فيه أعطيك في 40 ثانية تختم لنا بخاتمة حول شخصية التنمر بعلاج بمقايا بأي شيء دكتور أولا يعني اللقاء والله ذو شجون و عملية التنمر ليست قائمة على سلوك معين إنما هي عملية متكاملة الأسرة تساهم فيها الأسرة مهمة جدا المدرسة المجتمع الأقران الإعلام لهم دور كبير في حماية الشخصيات التي يتنمر عليها كلما كان السلوك سوي كلما كانت التربية قائمة على المنهج القرآني و النبوي و أيضا قائمة على الهدوء و التعامل و الاحترام و الأخلاق و نبذ أي تصرفات سيئة كلما ساهم في عملية البناء كلما ابتعدنا عن أي جزئية فيها اختلال في عملية الأخلاق و التعامل مع الأبناء كلما ساهمنا في بناء شخصية واثقة و هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى و هدايته الدكتور عبد العيزة الحسن بإسم فريق البرنامج نشكر لك تلبية دعوة برنامج بارك الله فيك و أشكر قناة زادة العلمية و فريق العمل و لك أستاذ تركي و لفريق الأعداد و الزملاء خلف الكاميرات و الأخوة المشاهدين و المشاهدة من صلى الله سبحانه و تعالى أن يكون هذا اللقاء نافع و أن ينفع به الجميع اللهم أمين الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا نذكركم بأن التنمر هو سلوك عدواني يجب أن نتكاتف جميعا لمحاربته حتى لا ينتشر في المجتمع و تكثر دينا شخصياتا يعني هابطة و تعبانة أو تصل إلى مرحلة أزمات نفسية شكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم و اجدد لقاء بكم في حلقة قادمة سدعكم الله كل يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلسا لابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار و طوبى لمن في هداه استشار ترجمة نانسي قنقر